أداء شادية العبقري على خشبة المسرح درس بليغ جداً لمن يرد أن يتعلم طبعاً اللي مش عايز يتعلم هو حر اللي عايز يتعلم لازم يستعيد هذه الغنوة من المسرح لأنه في المسرح فيه ثبات أنت مش قاعد تمثل وبتعبأ لا فيه ثبات بس كيف تعبر العين عن الكلمة؟ هو ده ده دي شادية الإيدين لازم تقول ملامح الوش الجبهة يعني التعبير بكل ما يعنيه كلمة التعبير سنجدها في الرح منك يا عين اللي هو الدرس شادية بقى كانت إيه بلاقي شادية دي مثلاً مع ريادة الصنباطي فعملت لحن الوفاء وفي دوته مشترك مع عبد الحليم طبعاً ده بداية عبد الحليم واللي عرفه كمان عن معلوماتي أنا المتواضع جداً يا أستاذ طهر إن هي يعني وقفت جنب عبد الحليم في بدايته طبعاً كان هي كتبطلة كبيرة وقتها وقررت إنها تمثل قدامه وإن هي عارفة إنه هو شاب جديد لسه برافو يعني كان فوزي وفريد الأطرش بكلم على النجوم اللي هما في ساحة الغناء دول نجوم أرحيم ده واحد تطلع جديد لسه سنة 55 غنى آه كان بس نجح له على قد الشوق وحتلحظي الناس كلها يعني تلاحظي الحكاية دي على قد الشوق نجحة 54 قصرت الدنيا سنة 54 الفيلم 55 ده معناها إيه؟ إنه الفيلم اتعمل بناء على نجاح على قد الشوق وكان حتى من ضمن الاختراحات زي ما حكالي الله يرحمه حسن الصيفي ده كان مخرج بس هو كان في الفيلم ده مساعد مخرج لإبراهيم عمارة فقال لي إنه كان من ضمن الأفكار إنه الفيلم يبقى اسمه على قد الشوق من فرط نجاح الغنو تعالف حتى دلوقتي دايماً في أفلام كتيرة بتسمى باسم الأغاني ومسلسلات كمان كويس لا التفكير ده كان موجود من الخمسين المهم شادية عبد الحيم لسه كان عمل تجربة واحدة بس تعرضت بعد كده اللي هي أيامنا الحلوة بس عرضت بعد بعد الفيلم فأصبح في التقليم إنه دك إنه ده البداية برافا عليك التقليم العلمي أنا عارفة المعلومات فالمهم إنه هي وقفت مع عبد الحليم وطبعاً الفيلم فيه تساوي بل إنه طالعاً هو الفنان وهي اللي بيتم اكتشافها آه بل أساساً إنه عبد الحليم واخذ المساحات وهو الأعلى العين عليه واخد بالك ووه ووه ورغم ذلك وقفت وما كان ممكن تخاف إنه فريدي الأطرش يزعل مثلاً وهي عملها عملة أفلام مع فريد كتيرة ومع فاوزي إطلاقاً وقفت مع عبد الحليم والفيلم كسر الدنيا وبدأت انطلاقة أبل الحليم عشان كده عمل معها ثلاث أفلام موسيقى